السلام عليكم و مرحبا بكم تمنى تكونوا بخير و على خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الوجبة اللي سنحضر فيها المروزية كالحقه وطريقها كجمعلكه وواقفه كذلك سنحضر خبز ديال الدار بدون اي اضافات او محسنات كيجي خفيف وقطني وارطب على الطريقة اللي كانوا كيحضروه جداتنا وامهاتنا تمنى ان الاقتراحات ديال اليوم يعجبوكم وتستفدوا معي في هذا الفيديو هذا ويلا هنبدأ بسم الله بسم الله اول شي غادي نشرمل الحمد ديالنا كيف عارفين الى كنت انتو ما غادي تقدموا هاد المروزية هاد الاغدا من الافضل انكم تشرمل الحمد ديالكم بالليل كنتو غادي تديروه اللي عشا فقط تشرملوه في الصباح في الاينا قدرت واحد معلقة صغيرة ديال توما تقريبا واحد جوج هدل ثلاثة ديال فصوص ديال توم فرومين معلقة صغيرة ديال السمن انضيف عليهم معلقة صغيرة ديال الملحة او حسب الضوق نص معلقة صغيرة ديال فلفل اسود او لبزار معلقة صغيرة ديال سكنجبير معلقة صغيرة كذلك ديال الخرقوم واحد جوج معالق صغير ديال العطرية او التوابل ديال المروزية طبعا اللي تكون جديدة ويعني الطاحنينها عند يعني الشاب اللي كتعرفوه وغادي ندير هنا واحد ضامة ديال الزعفران ايلا كان عندكم الزعفران شعرا كان احسن انا ما كانش متوفر عندي ذاك شي لشي لش درت هيردوك الضامة اتدرت واحدة سافي وغادي نضيف شوية ديال ما تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء هو في النت غادي يطب لنا اللحم سافي غادي ناخد اللحم ديال طبعا انا هنستعملت الجيهة ديال العنكرة هي باش غادي نطيب المروزية كندوزها كالقطاع ديال الحم في داك الماراق او في ديك تتبيلا بنسبة الوزن ديال الحمان هنه عندي كيلونس ديال الحم سافي كنتبلها كمزيان القطاع ديال الحم ديالنا غادي نغطيه بلاستيك غدائي وغادي ندخلو للتلاجة انا هنه كنت طيبت هالالغدا داك الشي علاش غادي نخليها ليلة كاملة فهدي كتتبيلا باش كيتشرب لنا الحم زيان ديك العطرية وكيجي الاد والد سافي في الغد ان شاء الله يعني اول شيء بديت بيه غادي نرد الحم كيطيب باش تطيب على خاطر خاطرها كيف عارفين المروزية هي انها تطيب على المجمر او على النافخ باش تطيب على خاطرها وكيجي معلكة وكيجي فيها واحد المضاق مغاير تماما لانها تطيب في الكوكوت او تطيب فوق البوطة ممكن كذلك تطيبوها تديروها في الطاجين يديرو كطاع ديال الحم في الطاجين واتطيبوه سواء على النافخ او فوق النار سافي قدرت قطع ديال الحم ديالي فتنجرة ديالتها اضفت عليه ذاك المرقة او ذاك المال يتبقى ليه وغذي نسد عليها نخليها تطيب على النار تكون هادئة فهذا المرحلة هادي ما ضفت لازي تلات تشي حاجة يعني غير ذاك السمن اللي درنا فيها مع ذاك التوابل هي فاش غادت طيب سافي كان نقصو عليها ونخلي وكيطيب على خاطرها تقريبا ديك الساعة ساعة ونص المهم العافية تكون مهيلة كنحلو عليها منين كنلقوا الحم طاب باش عادي كساعة غاد نمروا باش نديروا باقي الاضافات فهذا الآثنا اعلى ما كيطيب لنا الحم ديالنا غاد نمر باش نعجن للخبز ديالنا خبز ديال بطار انا هنا غاد نحضر الخبز بالساميد ناعم او الفينو عندي في الكساعة در جوج ديال زلافات ديال الفينو مع زلافة ديال الدقيق الابيض المهم جوج الفينو ووحدة دقيق الابيض درت واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة ان هنستعملت الخميرة المجونة مع معلقة صغيرة ديال السكار ومعلقة صغيرة ديال ملحة او حسب الضق ديالكم سوف نبدأ كنجمع العجين ديالي بالماء الدافئ ونبدأ كندلكها مزيان السر ديال هاد العجينة ديال الخبز هي انها خصد لك بغيتوا تديروها في العجانة ديروها في العجانة وخليوا الخبز ديالكم يتدلك مزيان منه انه كيخرج داك الكلوتين اللي تيكون فيه وهكا تيكون هو كمحسن لراسه بدون اضافات اي شيء وفي نفس الوقت يعني ما كيدركمش في المعداد ديالكم خصوصا إذا كنتو كتاكلوا الدقيق الابيض بكاترة ما يدركمش في المعداد ديالكم وغادي يتهضم بسرعة المهم السير هو انه خصو ديالك سوف نبقى مستمرة ديالك العجينة ديالي مزيان حتى يعني كتبتك ترتقلينا هكا العجينة بين يدينا وهذا دليل على ان العجينة ديالكم راها مدلوك مزيان حتى اللون ديال هاتي واللي فاتح ما كتبقاش داك اللون الاصفر كيف مكنت في الاول وكتكون هكا شوية كتلسق لنا بليد ديالنا مباشرة غذي نقسمها على شكل كويرات مهمة نخليها لا ترتاح ولا شيء غذي نحتاج هنا شوية ديال ما باش كندهنو يدينا باش هكا كتساعدنا باش نقسمه العجينة وكذلك غذي نحتاج كمية ديال السميدة باش كنحضروا الحرشة هي باش غذي نقرس هاتي الخبز تقدروا تقرسه باسميدة ديال الدراء او بالبلبولة يعني الشعير طبعا خاص بالتقراص هادا كلي تيكون رقيق مهم تقدروا تزيين بالحبوب مهم لكم الاختيار سوف نقوم ستمرات نقسم العجينة ديالي على شكل كويرات الهناي غذي نديرهم الحجم ديال الخبيزات صغار او متوسطين تقريبا اعطتني تسعود ديال الكويرات تقريبا نرتيهم ديك المياه حتى المياه وعشرين جرام مهم على حسب الحجم ديال الخبيزات على حسب التوق ديالكم طبعا سوف نشكلها كويرات او باش نعرفوا كذلك دليل على ان العجينة راهم بلوكا مزيد هي فاش كنقوكا نشكلها هكا قدرنا بحل واحد الفقاعات من فوق ديال العجينة هذا دليل على ان العجينة ديالكم راهم بلوكا واخضح قافل ما واخضح قافل ليك وغاد ان شاء الله يجيكم خبز اللير طب وناجح سوف يرشيط هكا شوية ديال السميدة في القسعة وكان بدك ندير دوك القريصات ديالنا كان نرشهم هكا ملفوق بشوية ديال السميدة وغاد نغطيهم ونخليهم كيرتاحوا تقريبا ديك عشرة حتى ال 15 دقيقة غير باش كي يسهل علينا اننا ننقرسهم او نمددهم يعني في الول را ما خلت العجينة لا تخمر ولا شيء سوف يكون هنا بعد مدازة 15 دقيقة كي يشتويني را بدا كتفع الفيروم الخامير وبدأ كيتضاعف الحجم ديالهم سوف نزولهم هكا من ديك القسعة هي فين غاد نقرس وغاد نبدأ بسم الله بأول وحدة سوف نبدأ هكا ندير واحد الكمية ديال السميدة ونقرس الخبيز ديالنا من الجهتان تيكون هذا هو السمك ديال العجين ديالنا ما يكونش غلاد وفي نفس الوقت ما يكونش أرقاق سوف نبقى مستمرة تنقرس الخبيز ديالنا ونضرهم مباشرة في السينية ديال الفرن فين غاد نطيبهم ثم فين غاد نخليهم يخمرون غاد نغطي الخبز ديالنا بواحد المنديل ونخليه جانبا نحتى كي يخمل ويتضاعف الحجم دياله سوف ندخل الخبز ديالنا بعد مما اختامر سوف ندخل الخبز ديال الفرنة في الوسط سوف ندخل الخبز ديال الفرنة اللي سخنته من قبل على درجة تكون عالية حتى يدخل الخبز ديالنا سوف ندخل الخبز ديال الفرنة اللي سوف ندخل الخبز ديالنا سوف ندخل الخبز ديالنا بعد مما اخرجته من الفرنة سوف نغطيه بواحد المنديل كي يرجع عليه الصهد ديالو ونحصله على خبز يكون خفيف وورطب ونحصله هنا يعني ما ضفنا له لا ياغورت ولا بوداد الحليب ولا عجلنا بالحليب ولا زبدة ولا شيء يعني وكن نحصله على خبز ديال بطار ديال زمان يعني خفيف وورطب ورائع سوف ندخل الآن بعد مما طيب الخبز وساليته كل الحم ديالي راح طاب كيف كتشوفوا الكيميا ديال المال اللي خرج حتخليته يطيب على خطره سوف ندخل الخم اللي قيته راح طاب فهذا المرحلة هذي احد كنضيفه الزيت غدي ندير تقريبا واحد مصف كاس ديال الزيت النباتي وماشي زيت الزيتون وغدي نضيف تقريبا واحد جوج معالق كبار عمرين ديال العسل اللي طبعا تقدروا تعودوهم بسكر وطبعا الحلوقة تبقى على حساب الدوق ديالكم تقدروا جوج 3-4 مهم على حساب الدوق ضفت كذلك واحد لميات جرام ديال زبيب اللي كنت مرتبه من قبل فشوية ديال ما ضفت كثير من حساب الدوق ضفجز لك وضفت كجرام اللي يظهر وكذلك والنصف كاس ديال الزيت اللي درنا هو اللي ينبغى فى الأخير يعني ما يبغى فيها لعامة ولا تشي حاجه ضفجز تكون هذا هو الشكل ديال مروزية ديالنا بعد شحرات وطابت لنا وتعسلات يبقى ذلك النسكس ديال الزيت يعني ها هو تنمية لها كايا الكوكوث باش تشوفوا يعني راها الناشفة من الماء ذلك النسكس ديال الزيت اللي درت هو اللي تيبقى فيها وكتجي معلك ومدغمرا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم فكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم سافي في الاخير نقدمه الطبق ديالنا ديال المروزية طيب على حق وطريقه وهو من الافضل انه يطيب فوق المجمر على خطره ولكن يعني انا كنت حضرته للغداف على ذلك اللي كدرته في التمجرة ديال الضغط لكن يعني انا كنت طيبته على عافية تكون مهينة تيجي هكا طريفة ديال اللحم يعني محمرين ومعسلين بديك العسل والزبيب وكتجينا ديال الضغمرا من الفوق ديال الزبيب مع ديال تتبيلة اللي درنا فيها وسافي غذين طبق ديالنا من الفوق بشوية ديال اللوز اللي طبعا تنزول القشرة وكن قليوة وتيكون هذا هو الطبق ديال اليوم اللي كان عبارة على المروزية طبق اللي مغريبي اصيل اللي تيجي الليد بساف ورائع تمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي حضرنا فيه طبق ديال المروزية مع خبز ديال الضار يعني ضروري طبق يعني كتقليدي خصو ضروري الخبز ديال الضار سلطة وفواكه كان هذا هو الوجبة ديال اليوم تمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها معي نقول لكم غير بصحة وراحة و سرمالكو